ثبتنا الله وإياكم على محبة وولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ونجدد التحية والسلام لكم مشاهدين الكرام وأنتم معنا في هذه الحلقة إن شاء الله من صباح كربلاء بعد التوكل على الله نبدأ وإياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا طمع الكثير من الهوايات التي تستهوينا وخاصة في فترة الطفولة تبقى هذه الذكريات وهذه الهوايات معلقة فيها أذهاننا إلى أن نكبر من هذه الهوايات القديمة واللي إلها أثر لحد الآن هي هواية جمع القطع الأثرية أو القطع النقدية الأثرية يعني مثل ما نعرف قبل اختراع الأنترنية ومواقع التواصل الاجتماعي كانت هذه الهواية تستهوينا وأيام المجلات وأحنا نتصفح المجلات نشوف فيصلطون الضوء على جمع الهوايات هذه القطع النقدية القديمة اللي تعود إلى عصور قديمة خاصة القطع المعدنية اللي تبقى يعني محافظة على شكلها وعلى رونقها لفترات وحقب زمنية يعني قديمة جدا اليوم إن شاء الله في حلقة هذا اليوم راح نسلط الضوء على رجل من لبنان العزيزة رجل كبير بالسن هذا الرجل هوايته هو جمع القطع النقدية القديمة وإلها تاريخ قديم طبعا راح يسلط الضوء على هذا الشيء وعلى هذا الرجل وهو يجمع هذه القطع الأثرية النقدية زميلنا حسن شقير في هذا التقرير من لبنان خلينا نشاهد هذا التقرير ثم نعقب عليه مجموعة قطع نقدية قديمة بعضها إسلامي والآخر بيزنطي يجمعها بيديه المتشققتين وتحكي لك ملامح وجه حكياها التي حفظها عن ظهر قلب يحرص على قطعتين بشكل كبير منها قطعة نقدية أثرية تعود للقرن الأول الهجري تحمل نقشا باسم الصبت الحسن عليه السلام ويرجح أن سكها تم في عام أربعين أو تسعين للهجرة بحسب النصوص المختلفة يحكيها المواطن البقاعي ذكي مظلوم بلهجة أهل المنطقة مبينا عظمتها في عندها بالبطقة برججيب كبيري كان يعجبين هون أخان الخان يعني ببيت فيه المسافر مع الخيل مع الجبال اللي هون حفلوا فيها لقوا فيها دقود فيها عملي بيزنطي معرب نحنا من البنين بقول العربي بيزنطي لقيت أنا عملتين غريبتين بشاعد نور منه يعني بس هيدكي أجمل أكريشتريتو هدي الكتابي النقش من الكتابي أوضح جيبتها للدراسي بعت فترة يومين طلقت ما يصبت النبي روحت لجيب التاني لقيته ميّع هديدي بنبعوها باعتقاد أنه هيدنا عبد الملك باعتبار أنه أول ما درم العمي العربية حشم الكوتن بيقوله عبد الملك وحط صورته شبت النبي بيتميّج على عبد الملك بعدد أشياء أول شيء عبد الملك حط إسمه عبد الملك حط أول عملة ضربة حط خلفة الله أمير المؤمنين ريّم عندنا تطوّره حط لعبد الملك من مدولة أمير المؤمنين الإمام الحشي الحاطب بسم الله عميلي عميلي حاطب شبت النبي ما في أشباط إلا الدبي عنده شبتين أنا حشم العشاية ونتيجة حبه لهذه الهواية تعلم الكثير عنها حتى صار خبيراً يقتنص الثمين منها من باعة في مختلف المناطق كانت هذه القطعة النادرة من ضمنها والتي يعتبرها أثمن ما يملك عملة الإمام الحشي كيلي بدأي لوعاً مستطيل شوي بعدين صورة الإمام الحسين باقينوا عيود وباقينوا بوخار وفم يعني طب جاي كوكب بشاع من الدور يعني يقينوا من أصحاب الكثير أصحاب أهل بيت رسول الله الإمام الحسين عالتاني بيني الحرف الأم الإمام الحسين عميلها الله عملة الإمام الحسين خالية من السلبيان الإمام اللي عدم للعافلشة من الحسين ما فيها نصانيب ولا في شي اللي حاطت الألف فوق لا بلاب هي الله وحاطت عن يبيه شابت وعلي شار الدني خلف هذه العمولات القديمة قصص كثيرة تفاصيلها مشبعة بسعة الثقافة والاطلاع التي يفيد بها عند سؤالك عنها عملة معدنية صغيرة أتت بنا إلى هذه المنطقة لنتعرف على رموزها وخبياها وما تحمل من أسرار من عبق التاريخ من بلدة بريتال في البقاع لقناة كربلاء الفضائية حسن شقير لبنان ترجمة نانسي قنقر